أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن قطاع الدواء في مصر يحظى بأهمية كبيرة كما أن صناعة الأدوية تتمتع بمقاومات وإمكانات كبيرة فضلا عن أن القدرة التصديرية بهذا القطاع جيدة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع ممثلي قطاع الدواء في مصر لبحث سبول زيادة صادرات القطاع وعرض مقترحات وآراء تطويره والتحديات التي تواجه وأضف مدبولي أن قطاع الدواء يواجه تحديات مؤكدا أن الحكومة ستعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص على تذليل أي عقبات تواجه القطاع وأوضح أن أي مواجهة لأي مشكلة ستكون مشتركة وسنعمل على حلها هذا وقد كلف رئيس الوزراء بإعداد ورقة عمل وتصور واضح بشأن دعم صناعة الدواء في مصر وزيادة نسب التصدير ترجمة نانسي قنقر